الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن بلاده منفتحة على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيمته وخلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي قال الأسد أن دمشق تعاملت إيجابيا مع كل المبادرات الرامية لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة وأن الشرط لنجاح هذه المبادرات هو احترام سيادة الدول يبدو مشاهدين أن مصار تطبيع العلاقات التركية السورية عاد ليكتسب بعض الزخم مؤخرا بعد فتور وكان مسار التطبيع بدأ بشكل رسمي بلقاء جمع وزيري الدفاع السوري والتركي في عام 2022 ثم تلى ذلك لقاء على مستوى وزراء الخارجية في موسكو برعاية روسية وحضور إيراني أيضا كما تذكرون وأخيرا أعلنت وسائل أعلام تركية أن لقاء سوريا تركيا بوساطة روسية جرى في قاعدة حميميم الجوية في سوريا حيث تم استئناف المفاوضات بين الدولتين والتي كانت مجمدة منذ فترة كما ويجري الحديث عن لقاء آخر مرتقب بين الطرفين سيعقد في العاصمة العراقية بغداد ضيفي من اسطنبول الكاتب والبحث السياسي طاها عودي أغلق سطاه لم يكن معنا دائما في غرفة الأخبار بين كل هذه اللقاءات واللقاءات المرتقبة أتساءل معك إن كان مسار التطبيع سار وبشكل جيد ما بين الجانبين السوري والتركي نعم في بداية تحياتي لك أستاذ شانطالو والأستاذ المشاهدين من دون شك أعتقد بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية التركية حكام في دان إلى روسيا قبل أيام ورقاءه مع الرئيس بوتين ممكن أن أقول بأنه هناك عادة الزخم من جديد لمصار العلاقة التركية السورية أو فيما يتعلق بمصار التطبيع الذي توقف بعد الانتخابات التي جرت في مايو 2003 أيضا بتصوري أعتقد هناك الجانب الروسي هو تلقى هناك إشارات من تركيا خلال الفترة الأخيرة الماضية فيما يتعلق بإعادة أو انتعاش هذا المصار من جديد وخاصة التصريحات التي صدرت بالأمس من قبل الرئيس السوري بشار الأسد والتي كانت هي مختلفة عن التصريحات السابقة تتذكرين قبل عام كان هناك شروط تصف أنقرة بالتعجيزية والمتعلقة بدرورة انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية لاحظنا أيضا قبل تصريحات الأسد هناك ليونة في التصريحات السورية وخاصة التي صدرت من قبل وزير الخارجية فيصل المقداد الذي وصف بأن تحدث أنقرة بكلمة انسحاب هو ممكن أن يكون يفتح بوابة لمصار التطبيع من جديد ما بين البلدين ما بين انتعاش هذا المسار والليونة التي أشرت إليها شو مصير هذه الشروط التعجيزية؟ استخدم يمكن الكلمة نفسها التي حضرتك استخدمتها نحن نعلم تماما أن تركيا لا تريد ولم تقبل بإخراج قواتها من الشمال السوري شو التخريج اليوم حتى يتم التطبيع بشكل لربما يرضى به الجانبين من دون لربما إخراج هذه القوات وهل هذا هو المسار الذي يتبع اليوم؟ هناك نقطة في غاية الهامية والسد الشانطال وهي المتعلقة بلاحظة هناك في الأيام الأخيرة الماضية غضب كبير من قبل الجانب التركي المتعلق برفض الانتخابات في الشمال السوري لقوات قسد وهذا تم استثماره من قبل الروس ولحظة أن هذا المسار تحرك من جديد وهذا يعني بأن أنقرة تتذكرين في ديسمبر 2022 عندما بدأ مصار التطبيع ما بين أنقرة ودمشق كان العنوان العريض هو مكافحة الإرهاب وأيضا موضوع حل اللاجئين لذا أنا بتصوري أعتقد مكافحة الإرهاب وهو الموضوع الأساسي الهاجس الأمني بالنسبة لتركيا هو الذي يقلقها بشكل كبير وخاصة بعد محاولات قسد لإجراء الانتخابات نعم تم تجيلها إلى غصوص الماضي لكن أول أمس كانت تصريحات قبل رئيس أردوغان هدد بعملية عسكرية وأنقرة تعي تماما بأن المشكلة هي لدى واشنطن خاصة بأنها تحدثت أكثر مرة وخاصة تتذكرين كانت هناك زيارة لحكام فيدان في إبريل الماضي إلى واشنطن وطلبا من الأمريكان يوضع حد لموضوع قسد الذي يعكر صف الأجواء ما بين الطرفين هذا سؤال آخر اليوم بالحديث عن هذا المشروع الأمريكي إذا ما اتفق الجانبين التركي والسوري شو الدور اللي رح تلعب واشنطن في المنطقة أو فيما يخص هذا الملف يعني أنا بتصور أعتقد الاجتماعات التي جرت مؤخرا وعن حديث في إحدى القواعد العسكرية في سوريا كانت اجتماعات أمنية وأنقرة هي تتحدث دائما بيجب أن تحل كافة المشاكل العالقة وخاصة بين القوسين الأمني وهو موضوع الخطر بالنسبة لتركيا تركيا انسحابها من رادي السورية هو سوف يحدث ولكن في حال تم تأمين الحدود بشكل كامل لذا سوف نتابع خلال السبيع المقبلة هناك تحركات روسية وهذه التحركات سوف تسير على مصار هو تطمنت الجانب التركي أيضا كما أشرتهم في التقرير هناك أيضا مصار آخر مصار بغداد ووساطة ممكن أن نتابعها الأسبوع الأول من الشهر المقبل سوف ترى النور كل هذه هي التحركات لدفع هذا المصار من جديد وخاصة لأن روسيا كما أشرت لك التي شهدت علاقتها فطورا خلال الفترة الخيرة الماضية مع أنقرة تريد الاستفادة من الغضب التركي كما أشرت لك وأيضا انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بأن الانتخابات المقبلة وهناك ما يعتقد أيضا أن هذا المحور وهذا الملف يستبق لربما نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة وإمكانية وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة هل يتعلق ليون هذا مسار الانتعاش كما وصفته بنتائج لربما الانتخابات صحية صحية سؤال جوهر في غاية الأهمية أنا بتصور أعتقد أن هذا المسار سوف يسير ولكن لن يصل إلى نتيجة إلى حين هناك وضوح الصورة بشكل كبير وخاصة هناك حديث عن عودة الرئيس ترامب من جديد ولكن أنقلة التحرك وفق مصارين أيضا هناك المصار الأول كما أشرت الموضوع الأمني هناك مسار أيضا اقتصادي يهم تركيا وهي فتح الطرق الدولية وهو سوف ينعج الاقتصاد التركي لذا تركيا على الأقل تحاول التحرك بشكل كبير تتذكرين في إبريل الماضي عندما زار أردوغان بغداد وعقد التفاهمات مع العراقيين كانت في موضوع حزب عمال كودستاني وموضوع طريقة تنمية هي حاولت نوعا ما تلفز صعباء تركيا خلال تلك الفترة على الرغم لم يتم الحديث أو لم يتم انتهاء أو القضاء على حزب عمال كودستاني أيضا ستحاول نفس السيناريو في الملف السوري في الوقت الراهن ولكن هذه المرة بعودة من جديد للوساطة الروسية من دون ما ننسى أنها وساطة روسية وموسكو أيضا تحاول من خلال إنجاحها لربما إرسال رسائل إلى واشنطن هل توافق على ذلك أم أنه الأمر بعيد هنا لا من دون شك طبيعي كما أشرت لك أنقرة هي منذ فترة تحاول استغلال الظرف الراهن هناك لاحظنا خلال الأسبوع والأشهر الماضية تقارب تركي أمريكي وتقارب كان تمخض بعد موضوع السويد عن مقاتلات F-16 لذا روسيا بعد موضوع قصد دخلت على الخطوة خاصة تريد أن تفتح هناك هامش جديد للتعاون مع أنقرة وخاصة توجيه رسائل للأمريكان ممكن أن تكون هي دولة فساطية أن تجد حل في هذه المشكلة المعقدة تبسطها معي بعض الوقت متبقن سأعود معك إلى هذه الشروط التعجزية وإلى إمكانية يمكن تخطيها هل تعتقد أنه تحرير هذه الشروط من المدد الزمنية لأنه نحن كنا نعلم أنه كان في وقت زمني يجب أن تحدد تركيا لخروج قواتها من المناطق الشمالية هل يمكن بإزالة لربما هذه المدة الزمنية وبتقديم تعهد تركي هذه المرة فقط بالانسحاب هل يمكن أن تمر الأمور كذلك يعني أنا بتصور أعتقد المرحلة المقبلة سوف يتم الحديث عن موضوع الانسحاب في التركيا وكما أشارت لك الروسي سوف تلعب دور في هذا الموضوع فيما يتعلق بانتشار الجيش التركي لكن يجب أن لا نسب أن هناك نقطة في غاية الأمية دائما تتحدث عنها تركيا وتحدث عنها قبل أيام وزير خارجيها في دان وهو القرارات المتعلقة بـ 2254 وهذا فيما يتعلق بدماشق الحكومة السورية وأيضا موضوع المعارضة كما ذكر حاكان في دان تركيا تريد أيضا أن يعمل هدوء على الجانب السوري وخاصة في حال تم هناك استبتاد الأمن داخل سوريا سوف هناك تعود الأمن للجانب التركي والحدود التركية كما كان سابقا في قبل 2011 وهل تعتقد أنه يتم هذا الأمر بشكل سريع أستطاها؟ قالوا للوقت انتهى لكن أريد أن أسمع منك هل يمكن أن نكون أمام لربما تقارب قريبا قبل نتائج الانتخابات؟ أنا أستبعد في الوقت الرهل لأن هناك ملفات معقدة للغاية ولكن عودة هذه المفاوضات وعودة هذا المصار من جديد هي خطوة إيجابية لكل الأطراف شكرا سطاها عودي أوغلو على هذه المداخلة القيمة من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي